بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي بالفقرة الطبية رح نتحدث عننا مشكلة أو مرض بعنوان أصبع النشاب شو بنقصد فيه رح نركز أكثر على أيضا طريقة العلاج لكل الأشخاص اللي بيعانوا منها المشكلة سبع الخير دكتور أحمد العموري أخصائي جراحة العظام والمفاصل أهلا وسهلا دانا كيف حالك؟ أهلا وسهلا فيك دكتور دعونا نوضح شو يعني أصبع النشاب أوكي هو يمكن المصطلح مش كتير واضح بالنسبة للمشاهدين بدون نتناقش فيه أنا نتناقش فيه هلأ هلأ هو الناس ممكن تفهم أعراضه لكن ما تفهم المصطلح أصبع النشاب أو أصبع الزناد هو مرض بيصيب الأصابع ما إله خاص بالأعصاب هو إله خاص بالأوتار بيكون أن الأوتار بيصير فيها زي تهيج بغشاءها أوكي فاللي بيصير أنه لما بصير فيه تهيج بغشاء الوتر بيصير فيه شوية انتفاخ المرابط اللي بتمسك هذا الوتر بيصير فيها كاتشن يعني كيف أنت لما تمسكي السنارة تمسك شي تشده فاللي بيصير أنه الوتر بيعلق بهذا المربض طبعا هو درجات درجة التعليق مش هي الدرجة الأولى أي واحد ممكن أن نصيب جميع الأصابع أوكي إبهام السبابة الأوسط كل أصابع ولكن أكتر الأصابع تعرضا للموضوع هو أصبع الرابع أو الأصبع الخاتم هلين نسمي هو بيصيب الأصبع كله دكتور مش المفصل اللي بالأصبع لا هو بيصير بهذا المفصل المفصل اللي بين خلينا نحكي عضام مشة اليد والسناميات الأصابع أمامل هي هاي العودة أوكي بس طبعا من هاي الناحية هو بيصير بالأوتار القابضة للإيد أو للأصابع أوكي فلي بيصير أنه بيشتك المريض يس هلأ هاي درجات لما بنكلم عن العلاج حنيجي على ذكر هاي بس اللي بيصير أنه الأوتار أوكي بتكون فيه درجات الدرجة الأولى أنه المريض فقط بيشعر بألم بهذه المنطقة عند هاي العودة خلينا نسمي أوكي هاي الدرجة الأولى هاي بيكون علاجها ألم بدون ما يأثر على هذا الشكل أو حركة المنطقة بيقول لك دكتور أنا بس في عندي وجع أحيانا بيصير معي هون درجة الثانية أنه بيصير فيه شوية يعني بالإضافة للألم بيزيد أنه بيكون فيه تعليق يعني إصبع المريض بالذات أو ما فيه من النوم بيكون مسكر بيأتي يفتحه بيطق وبعد ذلك بفتح أوكي يمكن مع هيك مع الشرح شوية المشاهدين نيفهمه بالضبط نحن ناشي بنحكي نعم الدرجة الثالثة بيصير أن الإصبع بيسكر المريض ما بيقدر يفتحه غير بإيده الثاني بتكون مؤلمة بيضطر أن يمسك إصبع بإيده الثاني بعد ذلك تكطقة قوية بيفتح الإصبع الدرجة الرابعة اللي هي طبعا ما بنفضل إحنا وصل لها أن الإصبع بيسكر ما بيفتح بكون وقتها بدنا إنه إحنا نتدخل كرمان بس قدين ناس بتفكر إنه أعصاب هاي هذا الاشي هلأ أقول لك شغلي ناسي وممكن تراجع كثير ناس بسير مكس بين إنه فهم إنه الأوتار وحتى مشاكل الأعصاب اللي بالأطراف هي من ضمن إختصاصنا كجراحة عظام يعني إنه كثير من زملاء يا طباء العصاب بأنه بيكون المريض بالأول زي متى تفضلت راح عليهم بعد ذلك طبيب العصاب بيحاولوا عليهم بأن مشكلتك مش عندي حتى مثلا ضغط العصاب الأوسط بمتلازمة النفق الرزغي كتير ناس بفكروا إنه هي عند كاترة العصاب لأنها علاج عنا إحنا نعم هلأ مين الأشخاص اللي يصابوا ممكن هلأ أي شخص معرض كل الأشخاص بالذات اللي فيه في شغلهم رفيته في موفمنت يعني حركات متكررة نعم بما إحنا في عصر التكنولوجيا موضوع الموبايل كتير بيأثر بيأثر ممكن أطفال بمأنك عم تحكي هيك البلايستيشن اللي بيكون بالأطفال بيكون فورم تاني بالعادة بيويلدو فيه بيكون هذا هذا أنتتي آخر يعني بيختلف عن بس مش معرضين قصدي اللي بيلعبوا مثلا اللعب إلكتروني كتير واردة واردة بس لا مش بزي من نسبة الكبار بس يعني بالغين نعم خلينا نحكي على علاجات دكتور بس هي نقطة مهمة إنه مرضى السكري معرضين أكتر من غيرهم إلو السكر يعني كل الناس عرضة إلو ولكن مرضى السكري عرضة أكتر إلو تمام العلاجات بتختلف على حسب الدرجة يعني الدرجات اللي احنا ذكرناها قبل شوي إذا كانت الدرجة الأولى فهو علاجها مسكن ألم بسيط بالإضافة لمضادات التهاب مع سبلنتس أو يعني مشادات تنوضع وقت النوم إذا الموضوع تطور للدرجة الثانية أو الثالثة بنضطر نحنا ناخد الإبر الموعي زي اللي كانت واضحة على الشاشة قبل شوي هذه الإبرة بتكون عبارة إنها بتتاخذ في غشاء الوتر وحوالين منطقة الوتر كاملا بحيث إنها خفف هذا التهيج الموجود نعم بالضبط الجراء جداً بسيط بتكون إيش بياخد دقيقة يعالس لخطياً يعني على طول بالضبط المريض بيبليش يحس بيتحسن من وقتها وبيزيد هذا التحسن الآن إذا وصلنا للدرجات المتقدمة سواء الثالثة أو الرابعة وقتها بيكون ما قدامنا غير الحل الجراحي تمام؟ الحل الجراحي في حد ذاته هو حل كتير بسيط برضو فيه صورة عبارة عن جرح كتير بسيط نتكلم تقريباً عن سانتي إلى 2 سانتي منقوم من خلاله بإرخاء وتحرير الوتر المريض بيقدر إنه يروح بنفس اليوم وما برجع له لا خلص بشف منه تماماً بالعادة إذا المريض تتجنب الأسباب وهو أنت بالنهاية ما بدك تعالجي نتيجة بدك تشوف السبب بدك تعالجي سبب إذا عالجتي نتيجة أنت ما سويته طيب شو السبب نقدر نتحكم فيه؟ السبب اللي نقدر نتحكم فيه إنه إحنا ما يكون فيه حركات متكررة نسويها بشكل منتظم أو نعمل مساجات ممكن لا هي مش بس مساجات يعني أقول لك شفليب دايما هي بالانس يعني إذا إحنا بنسوي حركات متكررة بشكل كتير كبير بالعادة الناس اللي بيستخدموا أصابعهم كتير يعني زي الجرحين طباء الأسنان الحلقين الناس اللي بيستخدموا الحرف اليدوية كتير هذا كلهم بيكونوا عرضة تماماً لأنهما بيستخدموا اللي يسميه الفترات وحركات متكررة ما بنقول لحد يوقف شغله بس قدر الإمكان أنه ممكن تعمل ستريتشنج تحاول قدر الإمكان بالضبط يكون فيه راحة معينة وما نظلنا مثلاً شدين إيدنا أو حطين إيدنا بوضع واحد لفترة طويلة هذا بيؤثر كتير نعم بسؤالي الأخير هل هو مثلاً أنت حكيت أربع مراحل نعم ممكن فجأة نروح للمرحلة الرابعة ولا ممكن يبدأ تدريجياً لا بالعادة لا هو بيبدأ تدريجياً بس بالعادة المريض بيطنيش الدرجة الأولى نعم يعتبر أنها ليست موجودة يوجد هنا نأخذ الحبتين بانادول أموري نعم المريض يرجعون بالدرجة الثانية نعم المرضى التي ترجعونها بالدرجة الأولى الكثير من العيادة أغلب المرضى ترجعونها بالدرجة الثانية فما فوق للأسف ما حدث المريض يرجعون قبل فرصة شفاءه من دقينا نتحدث عن التدخلات غير جراحية أكبر نعم نعم نشكر أننا نشكر الدكتور أحمد عموري لو وجودك معنا سهل فيك بايو سكان مركز الأشعة والتصوير الطبي